في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام تحيي الحكومات حول العالم فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهو اليوم الذي حددت تاريخه الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى الرغم من تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية إلا أن أحزاب الطبقة الحاكمة تصير على ادعاءاتها بشأن السعي لتمكين المرأة ودعم حقها في التعليم والعمل وضمان أمنها وسلامتها وهو الأمر الذي يناقض الإحصائيات المحلية والدولية في هذا الشأن فبحسب مسح صحة الأسرة العراقية الذي تصدره الأمم المتحدة فإن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الجسدي كما أن العديد من التقارير الحقوقية محليا ودوليا أثبتت تعرض المرأة العراقية للعنف ليس الاجتماعي فقط بل والسياسي كذلك فتظاهرات ثورة تشرين شهدت كثيرا من جرائم العنف الحكومي والميليشيوي ضد النساء المتظاهرات إذ استشهد عدد من المتظاهرات في بغداد وغيرها من المحافظات كما اعتدي على كثيرات منهن بالضرب الأمر الذي يكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها المجتمع العراقي في هذا الصدد بالطبع ليست التظاهرات فقط هي ساحة الانتهاكات الحكومية والميليشيوية ضد المرأة في العراق فآلاف النساء النازحات لا يستطعن العودة إلى منازلهن لا لشيء إلا لأن الميليشيات الموالية لإيران والمسيطرة على المشهد العراقي لا تريد عودة النازحين لمناطقهم تنفيذاً لسياسات التغيير الديمغرافي الخادمة لمخططات إيران التوسعية وبحسب محللين فإن تصاعد معدلات العنف ضد النساء في العراق يتناسب طرداً مع ارتفاع معدلات العنف الحكومي والميليشيوي ضد العراقيين جميعاً ما يعني أن حماية العراقيين من ذلك العنف المنظم كفيل بحماية نساء العراق من العنف الممارس ضدهم